طيب صديقتي تقول بعد صدمة حسيت مو قادرة أسوي شي بس الأول مرة أسلم أمري لله هل هذا يسمى عجز؟ أوكي شوفي الصدمة وما بعد الصدمة يعني المرحلة الأولى اللي بعد الصدمة ما يقدر أعتبرها أو أحكم عليها إنها هي الحياة وهي لأنه شعور استثنائي طيب والشعور اللي يشعر فيه المصدوم بالعجز هو شعور جيد سوري اللي يقول هذا الكلام بس يعني قاعد أحاول أقول هذا الكلام بطريقة جيدة أوكي خلني أقول لك أنه أنت سقط طيب أنت سقط وأنت يعني خلنا نقول لك مثلا أنا مثلا شاعي لهذا الكوب وأقول أن هذا الكوب يعني هو اللي بينجحني خلاص هو الأدات طيب ومعايا الأدات وماشي في طريق النجاح وخلاص معايا أدواتي وماشية وكذا فجأة أنا سقط بشعر بالعجز أني أنا الكوب ما عاد معايا والكوب ما يوصل لو كان الكوب يوصل كان يوصلني بس أنا طاحت صح؟ لا لا بس هو أصلا القصة كلها أنه هو هذه الفكرة أن نحن نبغاك تطيح وطيح تكوب معاك وأنه أنت ما عادت تؤمن بهذه الأدات وأنك أنت تغير الأدوات وتغير الإجسار وتغير المصادر وتغير الأفكار والمعتقدات والمفاهيم والقيم هذا هو المقصد إذنك هذه اللحظة الشفت التي تشير جلدة وتلبس جلدة في هذه اللحظة تقول أنا لم أمع الأدات السابقة لماذا أنا أنجح وأنا لم أمع الكوب؟ لماذا أنجح يا جماعة وأنا لم أمع الكوب؟ لأن الكوب ما عاد يشتغل أصلا كبرا الكوب ما عاد يشتغل لم أمع أدات هذا هو المطوب أنك الآن تبحث عن أدات جديدة وتبني هوية جديدة وتبني قصة جديدة والتي حظر معي نظام الصدمة يفهم على الكلام لو فيها أدوات وأفكار وكل شيء بس الأهل يمنعوني يمنعون كل شيء ويخلوني عاجزة طوال الوقت ويش أسوي؟ أهل حبيبتي مونج تقولين عندك أفكار؟ وين أفكارك؟ أخوين أفكارك؟ هذه حياتك ومسؤوليتك يأتخذين تجاهها قرار وموقف؟ يعني خلص تقبل الموضوع عندما يكون العاجز قوي يمكن أن يزداد الإبداع في جانب آخر؟ شيء ما حبيبتي بدون إذن شك إنه ضخامة وحجم المصادر اللي عندنا نعجز عن تصورها نعجز عن تصورها لذلك لما يكون في عاجز حقيقي 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 عند شخص في مكان عينه معطوبة إذنه معطوبة تصدقين بي في يعني أفق جديد في تلقى الإذن الثاني يعني تسمع دبل في شي يعني في كده يعني في في أدوات مؤدات أدوات إضافية شيء إضافي قدرات إضافية طبعاً أنا في في وجهة نظري هذه القدرات الإضافية هي في حدود طاقة الجميع حتى لو عينك مو معطوبة حتى لو إذنك مو معطوبة أعتقد إنه كل أغانك تقدر تتدبل طيب؟ لكني الشخص الأول انحط في ضعف دف الدائرة لكن غالبيتنا ما نحطينا الظرف ما نحطينا الظرف ما اضطرتنا الحياة ندف ما اضطرتنا الحياة ندف لكن لما يدف لما يدف الواحد يطلب يدف ويطلب قدرة أو إمكانية من المحتمل إنه يوصلها من المحتمل إنه يقدر يوصلها ونتوقع كثير ترى على الفكرة أنا أتكلم الآن مادياً أتكلم إنه إذنك هذه تعبانة هذه تصير أحسن مثلاً عينك مثلاً أو اللي مثلاً ما يشوف أبداً يصير عنده قدرة سمع إضافية أو شيء زي كده على فكرة ترى ترى حتى على مستوى الشعور اللي هي اللي نقول عنها نقول عنها رسائل الإنعكاسات مثل لما يكون في ثراء فاحش يكون في فقر شديد هالطريقة فأنت تعرف إنه في اللحظة اللي يكون الشخص عنده عمق بهذا الشعور ممكن تلقاه يعني عنده كده قدرات روحانية تلقاه كده مسكر عليّ ولا في سجن ولا في غرفة مقفول عليّ ومعاقب يمكن فأنت تلقى عنده قدرات روحانية طبعاً راح يكون في هذا بس هم مشكلة أغلبنا إنه إحنا ما ندف ولا نطلب ما ندف الدائرة ولا نطلب ما نطلب قدرات إضافية بس يعني نكتفي بالقدرات اللي نعرفها ما الأمور التي تساعد على التخلص من الشعور بالعجزة شوفي قليني أبغى أقول لك إنه في إدراك للإمكانيات اللي أنت تمتلكها بما فيها إمكانياتك على مستوى الجسد الطاقي وإحنا يمكن صار لنا أكثر من سنة وإحنا نعزز ونشتغل على الجسد الأثير بوضع النية كل شهر كل شهر يعني سواء اللي حضروا معنا الكورساعات أو اللي فقط يتابعوني في السوشيال ميديا أذكر طوالب حط النية حط النية حط النية حط النية حط النية يعني لو بالنسبة لي لو شخص واحد حط النية واشتغلت النية ووصل نتيجة طيب حط نية النجاح ونجح حصل نجاح هو منذكر إنه هو اللي يحط النية فبتالي إحنا قدرنا نخليه يؤمن بالإمكانيات اللي عنده هو بالقدرات اللي هو يمتلكها بالإمكانيات اللي هو يستطيعها وأنا راح أكون جدا سعيدة إذا في ناس قادة توصل لهذا الشيء مرة بعد مرة إحنا نبني هذا الشيء عشان الناس توسع ودف قدراتها وتتذكر إمكانياتها فهذا إدراك إدراك أنه أنت تدرك أنه أو واو حطيت النية وصار على شيء حطيت نية الثراء وجاني خاتم ذهب أو واو تمني أنت حطيت نية الثراء وجاني خاتم ذهب طيب أوك خلني أحط نية كذا فتكتشف إنه أو واو يعني يبدأ إدراكك شوية يرتفع إنه عندك إمكانية عندك إمكانية إنك أنت تحرك هنا شوي تسوي هنا شوي تعدل هنا تضبط هنا شوي يعني عندك إمكانية أن تتعدل الطريق شوية شوية فهذا يساعدك أنه أنت تتخلص من شعور العمس لكن طبعا المشكلات اللي عندنا نحن مرات نقفز نحط نوايا كبيرة نحط هدف كبير نجي بورقة وقالم نحط خطة معقدة فندخل في سوال في القصص تحد من قدراتنا فإدراك القدرات هذا شيء كثير مهم منا يخلصك من شعور العجز مرات تحتاج أنك تسأل نفسك وش اللي في دائرتي وش اللي مو في دائرتي وش اللي عندي الأدوات لها وش اللي ما عندي الأدوات لها هذا ما يقدر هذا ما يقدر هذا وهذا ما باليد حي لهذا كأنك تقولين كورس المسؤولية هو المخرج من شعور العجز بس لا لا إذا كنت فهمت هذا مني فأنا أعتذر منك لا بس هو كان صديقنا يتكلم عن موضوع إنه هو عالق هو عالق طيب إنه هو كأنه يفر في نفس مكانه مو قاعد يتحرك الأمور مي قاعد تتحرك ففي فرق مرات إنه أنت عالق بس ما وصلت الشعور العجز مو بالضرورة يكونوا مع بعض بس عموما خلينا نشوف مثلا قوة التوكل تعطي الشعور الطمأنينة والشعور كده التوكل اللي حتى مع هذا العجز وأيضا تدخل عميق في مخاوفك اللي ممكن تكون هي سائب عجزك عندك قانون التسخير تساعد عندك أنت تدف الحدود عندك ثورة الفشل تناقش العجز اللي يكون عند الإنسان لما يعجز إنه إنه ينجح لما يطرق باب ويكسر بيبان ولا يشتغل الموضوع لما يحس إنه خلاص الدنيا خربت ويبغي ينتحر لما يحس إنه طز في كل شيء طز في كل النجاحات وكل الشهادات وكل الناس كل الحياة كلها خرابة كل هذا الموضوع يعني العجز اللي يحس في الإنسان والألم والدرجات والدركات الظلام اللي كلها هذي موجودة في ثورة الفشل وقال مسؤولية على موضوع التداول والطاقة فخلنا نقول كل كورس يعني يناقش العجز من زاوية كذا بصراحة موضوع العجز كان أحد كان كذا يعني كورس أو جلسة كنت أبغى أسويه هذا الشهر لكني شعرت أني ما نجحسه فتحول إلى ثورة الفشل وصار أنضج وأرتب يعني لكني قررت أن نكون نتكلم عنه في إنستغرام لايف ونفتح عليه الموضوع وشوية ننتخل في عمق لأنه موضوع مهين موهين موهين موضوع وكثير عميق كثير عميق ويتداخل مع موضوعات كثيرة بس إنه مهم في يعني فنية النجاح مهم من نناقش موضوع العجز ما هو شيء ثانوي يعني شيء كثير مهم لأنه في ناس ما ينجحون هم ما يشعرون بالعجز وفي ناس ما ينجحون هم عاجزين فعلا للنجاح عندهم عجز عن النجاح ما هو شعور عجز لا هم عاجزين عن النجاح وفي ناس ما عندهم شعور العجز عن النجاح فكل هذه لابد أنها تنفتح وتطلع وتنتعمق فيها موسيقى